وسط الأحياء السكنية غرب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين يقع هذا المخيم ويقتنه أكثر من 15 ألف نازح لكل قصته وحكايته ظروف إنسانية صعبة للغاية يعيشها الأهالي الذين أجبروا على ترك منازلهم جراء الحرب على تنظيم الدولة واليوم يقبعون في خيام لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء لا ماء لا كهرباء أسيانة قاعدين بيها بينا حك بينا ضغط ولا مسؤول ولا حكيم ولا طبيب ولا كل شيء شايفين ثلاث سنوات مرت على نزوح هؤلاء وفي هذه السنوات الثلاث لم يتغير واقعهم ولا معيشتهم بل زاد سوءا وظروفهم ازدادت قساوة مع انتشار الأمراض والأوبئة وسط غياب شبه تام للدور الحكومي في توفير المساعدات والكوادر الطبية لهم مطلب الناس هنا الوحيد هو العودة إلى بيوتهم بعدما يأسوا من يد الحكومة وشابعوا من وعود مسؤوليها الذين لا يظهرون إلا في فترة الانتخابات ويكتفون بالتصوير وإلقاء الوعود مأساة تظهر على وجوه النازحين وتعبيراتها فالصور تكفي لتكشف حجم المأساة التي يعيشها النازحون في العراق في أماكن تفتقر لأدنى مقاومات الحياة في ظل حكومة لا تلقي بالا لأزمة النازحين التي كانت هي أحد أسبابها وتتحمل المسؤولية عن كثير من تداعياتها